والوقف كما ذكر الإمام الشافع وغيره لم يعرف إلا في الإسلام لا يعرف أهل الجاهلية والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة فلا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا بد أن يكون على جهة بر فوقف الشيء لا بد أن يحبس الأصل فإذا كان الأصل لا يحبس لم يكن وقفا ولذلك لا يصح وقف الطعام ولا الشراب كما سيئت إن شاء الله تعالى ولا وقف ما ينفد لأن الأصل في الوقف أن يبقى الأصل يستفاد منه مع بقاء أصله فالطعام مثلا لا يوقف لأنه واحد من الثاني إما أن يستفاد منه وإما أن يستفيد منه أكل إذن لم يبقى الأصل فإن لم يستفد منه ما في فائدة إذن لماذا أوقف فلا بد من حبس الأصل وتسبيل المنفعة كالبيت مثلا البيت قائم ينتفعون بالسكنة فيه والبيت قائم فحبس الأصل وتسبيل المنفعة والأصل أنه لا يكون إلا على بر كما سيئت إن شاء الله تعالى يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى ولذا لا يعرف أهل الجاهلية لأنه من عمل أهل الإسلام والأصل أنه لا يبع ولا يورث ولا يوهب أن الأصل فيه التأبيد وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ومن أشهر الأوقاف التي عرفت وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عند أهل العلم في سهمه من خيبر وسهم من فدك وسهم من بني قريضة صلى الله عليه وسلم وكذلك وقف عمر رضي الله عنه كما في الصيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتي خيبر قال يا رسول الله قد أصبت مالا في خيبر لم أصب في حياتي مالا أنفس منه ولا أحب إليه منه فما تأمرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته هذا هو الوقف ذلك حبس الأصل وتسبيل المنفع على أن لا يبع ولا يورث ولا يهب فاستجاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف و إلا من احتاج من ولده فله أن ينتفع به ينتفع منه يعني طيب يعني إذا دخل في المحتاجين والفقراء فحبس عمر هذه الأرض التي نالها في خيبر واشتهر كذلك وقف عثمان بالروما لما اشتراها رضي الله عنه أوقفها للمسلمين فالشاهد أن الأوقاف يعني عرفت عند المسلمين وما زال إلى اليوم الأوقاف خاصة القديمة خفت الآن شوي لأن الناس الآن صاروا حريصين على الدنيا حيل يعني ممثل قبل قبل كان فيهم زهد في الدنيا أكثر شوي فتجدون الأوقاف الكثيرة شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا الأمانة العامة للأوقاف أمانة كاملة للأوقاف وفيها أكثر من ألف موظف لأجل أوقاف فقط أوقاف الناس التي يوقفوها في السابق فالشاهد من هذا أن الوقف سنة والوقف له ثلاثة أحكام كما قال العلم قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما يكون مستحبا هذا هو الأصل فيه الأصل في الوقف أنه مستحب يستحب لسا أن يوقف إذا كان عنده فائط من المال يستحب له أن يوقف ويكون واجبا بالنذر إذا نذر أن يوقف صار واجبا لأن الوفاء بالنذر واجب ويكون محرما إذا قصد به حرمان أولاده أو ورثته بشكل عام لماذا أوقفت قال حتى لا يرثون حتى لا يرثوا مني شيئا أريد أن أحرمهم وهنا ما أراد بها بر وأنا ما أراد بها التضييق والإيذاء والحرمان فيكون حراما هنا فالأصل فيه الاستحباب ترجمة نانسي قنقر